الجرافين يعني ايه؟ الجرافين هنروح لموضوعنا بس الجرافين دوت موضوع كبير جدا ومادة صاحرة حتغير شكل العالم كله أو صناعة الإلكترونيات ومنظومات الطاقة على مستوى العالم اكتشفت حديثاً في 2004 وحصل العالم فرنسي وعالم روسي على جهزة نوفيل على اكتشافها مادة لها خواص غير تقليدية خواص قهربائية خواص ضوئية خواص حرارية خواص ميكيناكية غير عادية تفوق كل المواد اللي تم اكتشافها وبالتالي العالم بيحاول يستغل هذه المادة في عادة سياغة العديد من التكنولوجيات اللي بنت على استخدامنا للسيليكون يعني عصر السيليكون اللي احنا عايشينه هيتغير تماماً باستخدامنا للمواد الكربونية وتحديدنا للجرافين يعني من ثورة السيليكون لثورة جديدة اسمها الجرافين بالتأكيد بالتأكيد وكده باين انه احنا عندنا مركز لده اول مركز في مصر والشرق الاوسط لانتاج الجرافين وتطبيقاته في مجال الطاقة وصناعة الالكترونيات انا مجدبتش باقي لما كنت بقولك اي شيء بينور في الدنيا علمك دي بتلاقي فيه دايما عقول مصرية ده طبيعي طب هنا هرجع بقى لموضوعنا ثاني اكسيد الكربونية تحول الى طاقة نزيفة ازاي يعني فهمني انا والناس اللي بتتفرج احنا اغلبنا مش بتوع علم اه هو يعني حرق المواد البترولية غير لبن بيانتج عنها لساني اكسيد الكربون والمية دي العملية العكسية اللي انا بحول ساني اكسيد الكربون والمية بعيدها تاني لمواد بترولية عن طريق اللي انا بأسر عليها بمؤسلات خارجية سواء كانت حرارة حرارة وضغط وضغط ومحفزات ببساطة شديدة اوكي شغلنا في الموضوع دوت يعني بيتم تزامنا مع الاتجاهات الدولية العالم كله دلوقتي بيقرقوا مشكلة تغير المناخ وتأثير الغازات الدفيئة على التغير في المناخ وتأثيرها وتدعيتها على تحقيق اهداف العالم كله من التنمية المستدامة سواء قضاء على جوع قضاء على فقر صحة جيدة توفير مصدر للمياه النقية كل الكلام ده هو التغير في المناخ هيأثر عليه ولو الكلام ده تم بالتأكيد هيأثر في السلام والعدل والسلم الدولي وبالتأكيد هيبقى ليه تبعيات تادية فتغير المناخ بقى موضوع ملح ومهم جدا 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 اللي احنا نتعمل معه وطبيعي ان مصر كدولة رائدة في المنطقة وبتمتلك من العقول حقيقي وفيه فكر حقيقي بقى لنا فترة شغالين به المشروع اللي احنا شغالين فيه دوت أطلقته أكاديمية البحث العلمي ولازم الواحد يقول كده إنما الحمد لله رب العالمين احنا كان عندنا خبرات سابقة مكنتنا اللي احنا ناخد المشروع دوت وننفذه ونشتبع على أهم جزء فيه أهم جزء فيه هو تحويل ساني أكسيد الكربون لمواد سائلة أو غازية زي قيمة مضافة ايه قيمة مضافة؟ سائلة زي ايه؟ زي الديزل والجازولين والجيت فاول أو غازية زي الإسلين اللي هو المكون الأساسي لعملية البلمرة للعديد من الصناعات بتاعت البلاستيك فالعالم كله بادي في المواد وضافة قبل كده كان مش مد اهتمام لتحويل غاز ساني أكسيد الكربون لمواد سائلة قيمة مضافة هو إزاي يخلص منه؟ إنما حاليا دلوقتي احنا بنفكر إزاي لإن احنا عايزين نقول حاجة الطاقة النظيفة المتجددة والهيدروجين الأخضر اللي احنا رايحينه ده مصادر للطاقة وليس مصدر لإنتاج صناعات صناعة البتروكوميويات وصناعة البترول هتظل إلى ما شاء الله لأن بتعتمد عليها صناعات جتيرة جدا غير عادية فلازم نتعامل مع مع الغاز المتصاعد اللي هو درب البيئة دوت إزاي نستفد منه وإزاي نحول القيمة مضافة هو ده اللي احنا بنشتعلي دلوقتي نجاحنا الأول مرة اللي احنا نبني مفاعل له القدرة على هذا التحويل وننتج محفزات جديدة تقدر تحول لغاز ساني أكسيد الكربون لمواد لمواد إذا تقيمة مضافة بكفاءة عالية جدا تحويل يعني كفاءة التحويل عالية جدا وانتقائية عالية جدا بمعنى إيه أنا عاوز أشتغل أنا عاوز أنتج بنزين أنا هنتج بنزين أنا عاوز أنتج جيت فاول أو أقوط طائرات أقوط طائرات عن طريق التحكم في العامل الحفاظ اللي احنا بنعمله دوزاين واللي احنا بننتجه ترجمة نانسي قنقر